سلام البنات ان شاء الله تكونوا مالف خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجعلت لكم باللوك هذا اللوك مستوحى من باربي استعملت فيه الباربي بينك ان شاء الله يعجبكم اول حاجة بديت بها هي خصلت وجهي بالغسول بتال نيتروجينا حبيت نبقكم ديما على خصيل وجهكم قبل الماكياج على خاطر ساعات حتى لوكين نحصيبوا اللي وجهنا نضيف مية بالمية لكن ديما يقعدوا فيه شوية دهون شوية كشور يزننا نتخلصوا منها قبل ما نبدو الماكياج متاعنا على خاطر بيش ما تفاسترناش الباز متاعنا ولا بيش ما تفاسترناش كريم الاساس على خاطر ساعات حتى يكون كريم الاساس باهي اللي نستعملوه لكن ساعات يتأكسدوا كل بالدهون اللي على الوجه دونك ما ننسيوش نلطفه وجهنا مليح قبل الماكياج من بعد اول حاجة بديت بيها هي كريم الترتيب هيدا من لوريال دونك فيها الاليوفيرا جيل جيل السابار دونك ينعش برشها الوجه ومن بعد اخذيت الكريم الاساس هيدا من استيل او دور دونك هيدا يغامق علي شوية بيش نستعمل معاه فرشة من الواز دونك الفرش هيدوما يصر حلوين يصر خارجين ليمات هيدوما وسهلين سهل استعمال متاحهم وليهليه يعملوا الابليكاسيون بتاع الفندوطان بتاعنا على الوجه الهني خلط الكريم الاساس متاعي معه زيت نيوكس اللي هو زيت شايح معناه يتمتصوا البشرة مايقعدش مزيدة على الوجه طيارة بيش يخد منها الفندوطان متاعنا مليح ويسهلنا الاستعمال متاع ويعطيها كلام عه حلوة للوجه من بعد اخذيت الكونتورينج هيدا كاماما بالايت انستازيا بيفرليهيز اسمه سينامن وحديته وين العدق نحط الكونتورينج متاعي اذا كان ما تعرفوش كيفاش تعملوا الكونتورينج نحط لكم اللينك اللي عملته لكم قبل على الكونتورينج كيفاش نجمو تعملوهم من الاول للاخر من بعد اخذيت البلايس تحت العين والبلايس اللي نحب نضويهم اكثر كيف كيف من نفس الباليات انستازيا بيفرليهيز اللي هي الكريم كونتور كيت اذا استعملت منها لون فاتح اللي هو بانانا في بالي ولون سينامن علي قوت لكم عليها من بعد اخذيت الباودر هيدا من اغذيكو اللي هي عز باودر جربتها ما يمتصهاش الفوندو تمتيعنا ما تبدلوش لونو وما تظهرش الكشور دونك الماركة اسمها اغذيكو ماركة طيارة برشا من بعد اعملت حواجبي وضويت تحت الحاجب بنفس اللي ضويت به تحت عينية اللي هو بانانا من انستازيا بيفرليهيز من بعد اخذيت الباليات هيدي من ميكاب اتوليي باش نستعمل كان الباليات هيدي فوق عينية مما نخلطش مع الباليتات واحد اخرين دونك خذيت اللون الجري الغمق شوية وحطيته على الكريس من بعد باش نمشي ونفتح بشوية بشوية دونك خذيت الجري اللي بعده اللي افتح شوية ومن بعد حطيت اللون افتح جري فيهم على الجفن متحرك متاع العين وبعد خذيت اللون البيض حطيته في مدمع العين وبعد رجعت لتحت العين واستعملت نفس الجري اللي حطيته على الكريس وندمش القلوين متاعي مليح مليح باش نتحصل على اللوك نضيف ومكياج نضيف من بعد استعملت الايلينر هيدا من فريدم ميكاب منك عملت ايلينر عندي برشا ما مازلش ايلينر على الشين بتاعي ديما ما نحبش نستعملوا برشا على خاطر نحسه طوى في الوقت متاع طوى معناه ما عادش برشا الامات ما عادش موضع من بعد خذيت الغكور بسي المتاعي باش يكسر لي الشوافري مش يكسروا معناه باش يلويهم ويظهروا طوال اكثر من بعد خذيت المسكرة هيدا المسكرة هيدا في بالي من فريدم ميكاب منيش متأكدة دونك نحط لكم الاسامي الكل في الخانة المعلومات من بعد خذيت الشوافر هيدوما اللي هما هي ياسر ياسر حلوين دوك من بعد خذيت الكريان هيدا من اسانس دوك مفيهش اسم واخذيت الليكود لبستيك هيدا من لابيل يوكي اللي هو ياسر ياسر حلو ذات هولي صاحبتي هيلة اللي نشكرها ونبوسها برشا من بعد خذيت البلايتي دي متاع البلوش وحديت شوية احمر على خدودي منه ومنه وشوية ضويت البلايس اللي فوق الخد تونك فوق خدودي الاثنين وشوية على خشميك العادة دي ما نحب نضوي البلايس هيدوكم باش يظهروا سو كيوت وكهو بالنسبة للفيديو متاع اليوم ان شاء الله عجبكم ان شاء الله حبيتوا اللوك دونك حاجة جديدة ما ملتيش اقبال متان سيش تابعوني على سنابشات فيسبوك انستجرام وعلى سوشيال ميديا الكل نحبكم برشا باي باي